السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام آية غاية في الرواعة شاهد من شواهد الحق على صدق كتاب الله عز وجل الذي نقله إلينا أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في سلطة البقرة أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم أنا أخذ بس هنا في الآية دي نساؤكم حرث لكم هو ليه ربنا شبه المرأة بالحرث كما أن الأرض لها صفة الحرث شبه أيضا المرأة بالحرث طبعا ده تجبيه بليغ هو معنى الحرث إيه نقول مثلا الفلاح بيحرث الأرض يعني بيقى معا محراث بيقلب الأرض يقلب الأرض علشان يرويها بعض ما يضع فيها البزرة طيب هل المرأة أو رحم المرأة بيعتبر مكان للحرث زي الأرض ما هي مكان للحرث ليه البزرة وإنتاج النبات وإندك الزرع تعالوا نشوف الكلام ده بيتم إزاي ربنا سبحانه وتعالى لما بيلينا أن المرأة نساؤكم حرث لكم طب إيه اللي بيخلي الرحم هنا كأنه مكان حرث هنا في هرمونات وإحنا كنا في الحلقة الماضية في مسألة الحيض كنا أن فيه بعض الهرمونات هاي اللي بتلعب دور في مسألة في مسألة الحيض ونتيجة أن مثل هذه الهرمونات اللي هي الإسترجين والفلوكرستيموليتك وهرمون وبعض الهرمونات اللي هي بتساعد على التبويض زي ال-FSH وزي اليوتين هرمون أو اليوتين هرمون أو ال-LH هرمون وبيتم انتاج الاستروجين والبروجسترون كل دي هرومات بتساعد عملية التبويض وعلى عملية الحرث طيب كنا في مرحلة الحيط انه بيحصل عملية تغيير لبيطانة الرحم يعني يحصل زي مكون عملية انك انت بتشيل البيطانة دي وكأنك بتقلب الراحم دوت بتشيل الطبقة اللي هي زي مكون اصبحت قديمة ملايش دور وربنا بينشئ ايه طبقة جديدة طيب جدار الرحم نفسه بيحصل فيه نوع من السماكة لان بيبقى فيه كمية من الدم الغزير تمادد في الاوعية الدموية فيه سوائل كثيرة وكأنك ساقيت سبحان الله ساقيت جدار الرحم بالماء وحتى المتيجة مثلا تخط كده المية في الطربة تجد الحبيبات بتاعتها بتنتفق إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت يعني حبيبات الطربة بتهتزت كذلك في حالة الحرص بالنسبة ليه الراحم كأن حبيبات الجدار الرحم بيحصلها نوع من الاهتزاز وبتتغير وبتتشيل ويجي خلايا غيرها وبيتنمو تربو يعني يصمك الحجم التاحها وتنتفق عشان تستقبل ويكون بقى جدار الرحم سهل إنه هو ايه أما تيجي العالقة تنغرز في هذا الجدار يبقى سهل إنها تنغرز في ايه في هذا الجدار سبحانه رب العالمين طيب الغارس ده هيصحبه ايه بقى إنه كان إنه كده طبعا ايه حينمو الجنين هينمو يبقى عندنا الأرض حنشبهها بالرحم عشان نوصل لمسألة الحرص نسأوكم بحرص لكم يبقى الأرض بتحرص والرحم بيحرص طيب الأرض بنحط فيها بزرة والرحم بتوضع فيه البزرة أو النطفة الأمشاج اللي بتنغرز فيه طيب الناتج الأرض هتنتج النبات والرحم هيه هينتج الجنين وهي هينتج الطفل أو البيبي اللي هو هيخدق ايه في النهاية إذا شوف بقى تجبيه وجماله وتجبيه بريغ بالفعل تجبيه رائع نساءكم خرص لكم فأتوا حرصكم ايه أنا شئتم طيب إلا إلا بعد ما بينغرز البوايدة الملقحة أو العلقة فيه جدار الرحم الهرمونات بلي كانت بساعد على التبويض وخروج البوايدة خلاص بتقف دي بتقف خالص ويطلع هرمون بقى تاني اسم البروجسترون عشان يخلي جدار الرحم ده قلم يعني هادي ما حصلوش انقباضات ما يطردش الجنين واحد يقول لي تم الجنين دوت نصه من الأنسة ونصه من الزكر أو فيه جنات من الأنسة وفيه جنات من الزكر حتى السائل المنوي وده اعتبر غريب عن جسم المرأة وقول لك لا ده ربنا سبحانه وتعالى كيف كيف جدار الرحم وخلايا جدار الرحم إن هي إن هذا السائل المنوي اللي موجود جوه ما تهدموش ولا تطرده ولا تطرد الجنين اللي موجود عشان ربك سبحانه وتعالى يخافز على الناس ويتحقق قول الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يا الله والخليفة ده يجي إزاي ما هو جيل يخلق بعضه وبعض ده يجي إزاي ما عن طريق التناسل طب لو الرحم ده بيطرد العلقة ولا بيطرد الحياة المنوية بيستقبلهاش أو بيهجمها لا لا يحدث هذا ولكن بيحدث إن الرحم يحافظ بيحصل بقى عمليه تقلب يبقى هادي يحافظ على العلقة اللي انغرست فيه ويحافظ على هذا الجنين حتى يأذن الله عز وجل لإيه بخروجه طبعا كل الكلام ده اللي بيحدث يعني يدلك بالفعل إن المرأة حارث ليك طيب طالما عرفت بقى إن المرأة حارث ليك يا طرى بقى هتتعامل مع هذا الحارث برفق ولا ويتعامل معاه بصورة ماشينة إن شاء الله الكلام ده أنا أعرفه في الحارقة القادمة أكتفي بهذا القادر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر